يا جماعة في الإعلام الحقيقة كفوا وفوا في موضوع الغلاء وإن إحنا في أزمة وإنه الدولار طبعا مرتفع جدا والدهب ارتفع والسلع ارتفعت كل زملائي الحقيقة كفوا وفوا في كل ده أنا بقى الحقيقة عايز أتكلم في حاجة تانية أنا لا هطلع ألتم ولا صوت ولا صرخ ولا عيط ولا حاجة عايز أقول لكم أنه ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حاجة في الدنيا وما قدرش للبني أدم شيء إلا وكان حططلو حاله خدوها مني يعني لكل ده دواء ده ربنا سبحانه وتعالى قدر للموت وللمرض الدعاء لأن الدعاء بيغير القدر يبقى المشكلة مش هيبقى لها حال ودايما نقول إنه بعد العصر يسر مش ده برضو الكلام اللي أنا طلع أقوله لكم مش عايزة أطلع أرمي برضو مصايبي على الحكومة ولا على الرئيس اللي من ساعة ما جيه وهو بيقدم كل الحلول هو أنا يعني كل يوم المطلوب مني إن أنا أطلع أشوف الحتة السودة والمصيبة اللي إحنا فيها اللي أنا ما بنكرهاش بس أطلع ألتم كل يوم معقولة الكلام ده وأطلع أعمل حالة إحباط أعمل كل ده مع احترامي يعني للجميع يعني وأطلع أقول إنه الدولار غلي آه محكوة طيب إحنا كلنا عارفين الدولار غري والعربيات غليت كلنا عارفين الأسعار غليت كلنا عارفين الأكل والشرب غلي كلنا عارفين ها وبعدين وماذا بعد ماذا بعد حفظة لكل يوم أطلع أقول للناس إنه إحنا في مصيبة وفي كرسة وإن مصيبتنا كلنا عارفين مصيبتنا بس أنا أنا حاسة إن أنا عندي دور تاني يعني دور آخر غير إن أنا أوضح الحقيقة للناس إن أنا لازم أدور على حل مع الناس وللناس أنا بحبش اليأس ومحبش أقول مشكلة ما يكونش لها حل أو فيها حل أو أدور لها على حل النهاردة يا جماعة إحنا كلنا الشعب المصري تقريبا كله بيعاني كبير وصغير غني وفقير كدولة ومواطنين بس السبب فيه تعاون فكر كده السبب فين؟ ولو إنه خلاص إحنا عندنا مشكلة خلاص وأردت فات أوان كمان إن إحنا ندور على مين السبب خلاص أنا في المصيبة وأنا عارفة إن إحنا الحقيقة عندنا دولة قادرة ومتسكتش ومش هتسكت دي السقة اللي عندي في دولتي على فكرة خلاص؟ المسؤولين بصراحة ومش كلهم ولكن بعض منهم مقصرين مش هننكر دا خلاص؟ عشان قبل ما تنقل إني أفكر معاكم في الحلول ونتكلم عن الجانب الإيجابي لازم أخلص الحتة السلبية بسرعة كده عشان ما تقولوش إن أنا بعدي اللي ما بين السطور لا ما بعديش اللي بين السطور وبعض المسؤولين مقصرين دا كلام واضح يعني إيه كل واحد مهتم بالكرسي بتاعه خايف عليه مركز فيه مش أولوياته مشاكلنا مش أولوياته مشكلة المواطن ولكن بعض منهم بيقدي دوره على أكمل وجه الصراح سواء إنه كمل أو ما كملش هو الحد آخر يوم في الحياة أو المنصب اللي هو فيه هو مقرر إنه هو هيقدي دوره أنا كمان عايز أقول حتة برضو بعيد فيها على التجار مع دومي الضمير ودي معروفة اللي بيشيله كل حاجة ويمنعوها عشان تغلى ويعطش السوق وينزلها ما هو فيه إحنا درسنا في الجامعة في الإدارة والتنظيم كلما قال للعرض زاد الطلب دول بقى معروفين إنه هما مشيين على ده علشان يا إيه أكل عيشوا على إنه يغلي دول يا جماعة اللي وصلونا للمشكلة اللي إحنا فيها النهاردة لا بذكر اشتركوا في الجامعة